من كان يظن أن العراق الذي لم يشهد عبر تأريقه الحيازة وتجارة المخدرات يتحول بعد 2003 في زمن حكم أحزاب إسلامية إلى أرض خصبة لزراعة المخدرات وتصنيعها وممر آمن لكل تجارها القادمين من الشرق تشكل الأزمات التي يمر بها العراق بعد الاحتلال العامل الرئيس في تنام تعاطي وتجارة المخدرات إذ يغيب النظام القانوني ويضعف النظام الأمني أمام الأحزاب الحاكمة وميليشياتها التي تحمي تجار المخدرات وتوفر لهم المكان والممر لتحقيق ما عجزوا عنه قبل 2003 فالحروب والبطالة والأزمات الاجتماعية وغياب التوعية كلها أسباب قادت 50% من شباب العراق إلى الإدمان على المخدرات بحسب وزير الداخلية لإيران الدور الأكبر في إغراق العراق بالمخدرات عبر أدواتها إذ يؤكد قائد شرطة البصرة السابق رشيد فليح أن 90% من المخدرات التي تدخل العراق تأتي من إيران ويشير النقيب في جهاز الشرطة سعد الصالح إلى أن ميليشيات متنفذة وبمساعدة الحكومة جلبت خبراء إيرانيين للإشراف على زراعة المخدرات وتصنيعها في العراق فكيف ستحمي الحكومة العراقيين وهي التي تجلب لهم الموت وكيف ستحقق العدالة والعفو الرئاسي يصدر للإفراج عن تجار المخدرات والمجرمين كما حدث مع تاجر المخدرات جواد لؤي الياسر نجلي محافظ الناجف السابق للحروب والأزمات الاقتصادية ورفع نسب البطالة وتجويع الشعب فائدة للميليشيات في العراق إذ تعتبر المحركة لعجلة التجارة والتعاطي وبالتالي تغذية هذه المجاميع المسلحة بالمال الذي تحتاجه لديمومة إرهابها وتدميرها للمجتمع والبلد وتحويله من مهد الحضارة إلى لحد الإدمان